أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة على المواطنين في إطار الدعم والخدمات المقدمة لهم وخلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أن هناك شكاوى بشأن عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية مشددا على ضرورة وضع الأسعار على كل السلع الدولة بتتحمل زي ما أنتو حضراتكم عارفين عن المواطن أعباء مالية كثيرة جدا 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 في ضوء الدعم اللي بنقدمه وفي ضوء الخدمات اللي ما إحنا ما زودناش أسعارها وحاجات كثيرة جدا النهاردة الدولة بتتحملها وكل ده هدف واحد إن إحنا نخفف عن المواطن الأعباء المعيشية اللي هو فيها فما ينفعش في مقابل هذا الكلام نجد يعني البعض أو فئة من التجار بيستغلوا الأزمة والوضع ويبدأوا يبلغوا في تسعير بعض السلع والمنتجات بدون أي سند وبدون أي منطق في هذا الشأن فعشان كده إحنا كن حرصنا الشديد إن إحنا صحيح بنحافظ على توازن السوق وتوافر السلع في السوق ولكن في نفس الوقت ده واجب الحكومة ومسؤولية أجهزتها إن إحنا نضمن إن السلع بتتوفر بسعر عادل ده الشيء الأهم فعشان كده الحقيقة إحنا يعني نقشنا هذا الموضوع بصورة موسعة ويعني اللي لمسناه من المشاكاوة الكثيرة جدا إن هناك العديد من المنافذ التجارية ويمكن خلينا نتكلم يعني بمنتشفة فيها اللي نتكلم على المنافذ هنا المحلات الصغيرة أو بعض الأماكن الكبيرة حتى الخاصة اللي ما بيبقاش هناك وضع للسعر على السلع بمعنى السلع موجودة ومعروضة ولكن ما فيش سعر المواطن يجي ياخد السلع يقول له لا ده الرقم بكذا هذا الشأن غير مقبول على الإطلاق وقواننا ولوائحنا بتؤكد على ضرورة وضع الأسعار على كل السلع أيا كانت نوعيتها وجودتها ومستوياتها وبالتالي هنا أنا بتكلم على يعني أيا كانت منافذ البيع الكبير والصغير فيها لابد أن يكون هناك سعر معلن ومحطوط على السلعة ترجمة نانسي قنقر